طبعاً الكلام ده لا ينفصل عن الجهد المبزول في النادي خاصة في إعداد اللعيبة فنياً وبدنياً وعلى أعلى مستوى ده خلينا نتكلم عن اللي بيحصل وعن الاختبارات الفيزيائية والقياسات العضلية للعيبة الفريق بالمناسبة عايزين نقول لحضراتكم برضو أن الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي بالفريق كشف عن تفاصيل الاختبارات اللي خضع لها اللعيبة خلال الساعات القليلة الماضية في المركز الطبي بالنادي وهو بالمناسبة مركز مجهز بأحدث الوسائل العلمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللعيبة كلهم خضعوا لقياسات بدنية وعضلية وكمان لاختبارات قوة التحمل واختبارات خاصة بمصمة القدم وطبعاً ده كله حصل وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية خطوة في منتهى الهمية الحقيقة في بداية الإعداد للموسم الجديد وأكيد هتساهم بشكل كبير جداً فيه تقييم الحالة العضلية والبدنية لكل لعب على حدة وكل ما يتعلق به كمان التوازونات والبدنية كمان بتساهم فيه التوقع المبكر لإحتمالات التعرض للإصابة دي نقطة فيه منتهى الأهمية وما تنسوش أننا الفترة اللي فاتت يعني كل يوم الثاني كنا نقرل حضراتكم أسماء اللعيبة المصابة بإصابات مختلفة النوع ده من الإجراءات الاحترازية إنجاز التعبير في هذه الحالة فكرة التوقع المبكر لإحتمالات الإصابة دي نقطة فيه منتهى الأهمية ونتمنى كلنا أن تؤتي ثمارها إن شاء الله الفترة اللي جاية ويتمنع حدوث إصابات اللعيبة بتوعنا دي نقطة